ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال في المشكاف ايه? ان الفيديو اللي انا بسجله لك ده دلوقتي دي المرة التالتة اللي انا سجله. المرة الاولى ما كنتش مشغل زرار بتاع المايك. المرة التانية ما كنتش دست على زرارة التسجيل في البتاع اللي انا بسجل منه في البرنامج. فدي المرة التالتة تقريبا ان انا سجل الفيديو ده. ماشي عادي. كله عشان خاطر عيونك واجد عادي. ماشي. اه اجزامة اه اونز الامتحان الحداشر زي ما احنا اتفقنا كل يوم قلنا هنحل اه مع بعض امتحانين واحد من المنصة بتاعت حساس مصر واحد من كتاب البوكلت اللي معاك. الامتحان ده علشان او الامتحانين دول علشان ما ننساش اللغة ونفضل نحتك بيها لاخر لحظة. لما تريح من العربي اللي انت اكيد مش هتذكر 24 ساعة لما تزهق قعد ساعة ونص ساعة على الفرنسية ويحل لك امتحان اللي كله تنروبا بخنسبال ما هي وكبيتك رئيسية. يولي لزي سكسترات دو فرم اقرأ زي الاراء في الاستبيان. لكوزين على فرنسي. المطبخ او الاكل الطبخ عند الفرنسيين يعني. بيير نيس بيير ساكن في مدينة نيس. ترانة سنقان دو خمسة وثلاثين سنة بيقول. جو ترافاي دان سوبر مارشي شغال في سوبر ماركت. او سنتور في وسط المدينة. جو كمنس ببدأ العمل الساعة تمانية الصبح. حتى الساعة تمنتاشر بالليل يعني الساعة ستة. يعني الراغي اللي بيشتغل عشر ساعات. ماربا برنسيبال واقبة الرئيسية. واقبة الرئيسية العشاء. انا باخده. اللو دي يجاي عشان تعوض مكان كلمة اللي هي كلمة عشاء. يبقى انا باخده. في العائلة. او دني في العشاء. اه جو بخان دي لجيم باخد خودار. اه دي غي لاوة روز دو لعيان دي لحمة. او دي پوصون او سمك. بندون لو تقفاي. اثناء العمل جو بوا ترو دو كافي. باشرب كتير كثيرا من القهوة. واحنا والله عم بيير بنشرب قهوة كتير اثناء العمل عشان نعرف نركز في الايام الصابع اللي احنا فيها. دانيال باري. دانيال من باريس. تران تان عند وثلاثين سنة. بيقول. هادي الايام ان. انا بعمل نظام غزائي. ريجيم. يعني بيعمل ريجيم. انا بدعم الخضار. ايه الفروي والفاكهة? الماكارونة ومنتجات الحبوب. يعني الروز يعني الكلام ده والفول وكده. ده محزور او ممنوع. في الفطار سيمان غوباء اديال. دي واقبت المثالية. دان سوروباء في هذه الواقبة. جمانج. انا باكل دي زوف بيض. سان بان بدون عيش. ايه جبوى ان جو دورانج. او بشرب عصير بورتوان. اه سا غا عندها اه دي سيطان سبعتاشر سنة. لسيان طالبة ثانوية بتقول. جو سي لا شامبيان دو فرنسة. ان جودو. انا بطلت فرنسة في الجودو. جو بس لانترانمان بادي وقت طويل. لانتران. وقت طويل. الجودو بصورة. جو دوى بخاندر دي بروتين. يا كي بنا ناخد بروتينات. جو بخان 4 روبة بار شور. بخد ربع عقبات في اليوم. او دي جوني في الغداء. جو دوى باريير لاليمن. يا كي بنا نوع الاغذيه. بور لي فيتامين. عشان لفيتامينات. فكرة. اه فكرة. اه خدروات. اه على. بالطبع مش يوم مدرسي ولا انشطة في نهاية الاسبوع ولا رياضة. دي اللي جوة اللي هي الميول الغذائية. نقلب وبيقول لي دانييل امبخاندر. دانييل ده كان بيحب ياخد اه ايه? ثانية كده نشوفها. طيب هي دانييل اه بيحب ياخد كان بيحب ياخد خضروات. عشان هو كان اعمل نظام اصلا ريجيم. طيب تلاتة بيقول لي ما كانتش بتمارس رياضة بالمضرب. بتلعب جودو. ما كانتش بتلعب رياضة اه عنيفة. الجودو دي رياضة كلاسيكية لان ما فهاش ضرب اصلا واحد بيقعد تاني على الارض. ولا هي رياضة بحرية. واجبتها سارة بتدعم مش الحبوب ولا الصودة ولا القهوة بتدعم البروتينات. الرجل ده كان بيشتغل من تمانية صباحا صح? اه. حتى ستة مساء. اللي هو كاتبالي في القطعة التمانتاشر. دول يطلع عشر ساعات. دي زر. طب اللي بعده. يقول لي هي الوجبة الرئيسية لبيير. الراجل ده كان مشغال في سوبر ماركت في كان بياخد الوجبة الرئيسية بتاعته في العجل. القطعة التانية. اه. اللي بعت القطعة التانية واحدة اسمها السوفي. بعتها اللي واحدة اسمها سارة. ركز. بتقول لها. في النهاية. جو فيان دو فينير لازكزامان انا انهيت امتحاناتي. ربنا ينتعك ينتعكو بالسلامة. اي بيان فيني لي واحدة واهلا بالأجازة. تي سي ك انت عارفة انو. جو باسمي واحدة اقضي اجازاتي على كامباني في الريف. شي مي جران بارون عندي اجدادي. سوفي اللي بتقول. جو تبخوبوس باقترح عليك. سوفي بتقترح على الصفار. دو فينير ان تأتي. باسمي. عشان تقضي كالك جور بعض الايام. عشان تقضي كالك جور بعض الايام. معايا. تي سوف تستمتعين جيدا. ما فامي عالتي دو تستقبلك بالك. بتقول لي سارة. عالتي هتكون رادية انا اي استقبلك.漫ح لأي cliche. انا سوف انا هحضر لك انا احضر لك رايب اللي هو بروغرام لا ينسى. поэтому هو من قول هنا. من قول فعلي ده معناه ينسى. معناها لا ينسى. سنلعب عجلة الصبح. في الحقول. بعد الظهر. انت تستطيع انك ترسمي للك. تقدر ترسمي الأشجار والبحيرات. انا عارفة انه انت بترسمي كويس هنقض الصهرة. عند بنت عمتي في اللعبة على هنلعب اونلاين يعني. في الريف دو كلمات استمتع بالطقس. دو الجميل. والطبيعة الرائعة. اذا او لو لو انت عاوزة. اتصل بيا على الموبايل. اخد بالي من كلمة برطابل مهمة اوي. سوار هذا المساء. او دومان بكرة الصبح. سوفي دعت سارة ان تروح الريف. اهي سوفي بتدعو سارة سهلة لبعده. هتقضي. هتقضي. سوفي هتقضي. هتقضي. هتقضي السهرة. دون لو فيلاج الفي. الفي بتسأل حالة الجو او التقس الجو في القرية. اعتلاها ان هو هيبقى مدرية يعني معتدل. هيتلاها في القطع ان هو هيبقى دو لطيف او رقيق. اه اتنين بيصووا بعض في المعنى. سوفي في دو فيلو. هتلعب عجل يبقى لو متن صباح. طيب نشوف اللي بعده. بيقول لي سارة بتعرف تعمل ايه كويس. ما بتلعبش موسيقى ولا تركب شوفال ولا تلعب سكي ما حدش قال لنا بس كانوا بيلعبوا انلاين عند بنت عمتها يبقى هي دي اللي صح. طيب تلاتاشر ما واحد. حتى المايك. حتى المايك مش عايز يقف. بيقع علي. مش عارف في ايه في الفيديو ده. مش عارف. بيقول لي انا مي فو ديماند صديقه بيسألكم كمان كيف كيف انتم تتنقلون او كارتياي في الحي. كو ديت فو ماذا انت تقول الحي اتنقل مش قطار سريع ولا مركب هي دي الاجابة الصح. ولا طائرة. اون بيس اه او افلو في الاوتوبيس او بالعجل. فو ديماندي اغوترامي انتو بتطلبوا من صديقكم او اينا. ال ذا. عليه اينا سوف يذهب. دعطت الناس الاسبوع وكاسكل دي هو يقول. ما يفعش يقول لها ما عندش حصة. اه 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 ما يفعش يقول لي الجمعة وما يفعش يقول مع زمايلي احنا عايزين مكان لان باسأل بيقوه يبقى في مدينة الملاهي. واحفظ الكلمة دي عشان مهمة. طيب صديقكم بيسألكم برضو. ماذا هو يقول صاحبك بيسألك عن فريقك المفضل هو هيقول لك ايه يقول لك اي فريق انت تفضل. يبقى هذه الصح. ما يفعش يقول لك ما بين اي فريقين هو بيسألك انت عن فريقك المفضل. ما يفعش يقول لك او اين انت تشجع فريقك المفضل بشجعه في الاستاذ ما بنسألش عن المكان. اي فريق سوف يلعب ما تنفعش. لبعضو. ستاشر. صديقك بيسألك. يبقى على طول دولة هي بتعطينا لبن. مش بيض ولا لحمة ولا سمك. صديقك بيسألك. الساعة الساعة بتاعت الفطر بتاعتك. واحدة واحدة. دي تطلع الساعة كام? تسعة بالليل. ايش معنى? لان واحدة وعشرين يقصد بها تسعة مساء. عرفت ازاي لما تناقش اتناشر تديك تسعة. يبقى دي يقصد بها تسعة ايه? الليلا. يبقى ما تنفعش. عمرك ما بتاخد الفطر بالليل. قبل ان تنام ما تنفعش. في المنزل مع العيلة. ما سألتكش. عن مكان. انا بسألك الساعة. يبقى انتر. ما بين سبعة الصبح وثمانية الصبح باخد فطر يا عمنا. طب تمنتاجر. او اينا? اينا? اينا انتو? على طول في المونتاني مش محتاجة. بتطلب منك. ان تساعدها على كوزين في المطبخ. ماذا هي تقول? تقول لك رتب السرير. رتب حجرتك. فالي كورس اعمل شوبينج. لا طبعا. كوب لليجيم يعني قطع الخضر وقف المطبخ. الموقف عشرين بيقول لي. انتم تصفون. حفلة عيد ميلاد. ماذا انتم تقولون? انت بتوصف حفلة عيد ميلاد. ماينفعش اقول جي. ساعدت في الحفلة. وهتبدأ الساعة عشرين. انت بتوصف. بوصف حال. هي تكون تنكرية. يبقى عشرين. اللي جاب عندك الصح يا رقم سي. اليادي دي سير في حلويات مش مش تابعنا. طب اللي بعده. بيقول لي في واحد وعشرين جرامير بقى. بيقول لي. هتختار بناء على ايه باشا على الفعل التاني. دي قلنا رياضة لعبة الكرة الحديدية. مؤنس مع جوية بقى قلة. خلاص. بعد كده بيقول لي. نقطة. طيب. ثانية. هنا قال لي بار مترو. بسأل عن وسط مواصلات. بسأل عنها بكومان. خدناها من اليوم مرة. طيب. لو انت هتعمل ما يأتي بعد مدارع. الجزء التاني من الجملة أمر. هم بيسألش عن قاعدة سوف تشعر بتحسن. الجملة دي مهمة ويخلب لك منها. عندنا فعل اسمه سو. معناها يشعر. لو انت بتمرس ريجيم. لو انتو بتمرسوا ريجيم. انتم سوف تشعرون بتحسن. طيب. تعمل. يبقى كل الناس يجب ان هما يغطيعوا. التصريف مع ال. يبقى دواء. طيب خمسة وعشرين. بتدل على ماضي. هنا. ده فعل اسمه معناها يتنزه. خلاص. لفعل زود ضماريني بقى افضل مساعد اتر. والمساعد اتر يأتي هنا هو ما بين ضمير المفعول وما بين الفعل. طيب نشوف اللي بعده. عندنا ستة وعشرين بيقول لي كلمة اللي هي يجي بعدها مدة زمنية تدل على زمن مستقبل. خلي بالك من الحاجات اللي انا بنبه عليها. طيب المستقبل بتكون من تصريف زائد مصدر. في خلال ساعة طائرة باريس يبقى عملها زي اللي هو قال يبقى سوف تصل الى المطار. طيب قلت لك بيجي بعدها حاجة من اتنين. يا اما اسم على طول. يا بتسأل عن نوعية الاسم الموجود في الجملة. يبقى مفرد مؤنس. هنا لا جمع مؤنس اخيرة ايسا يخلي بالك. يبقى الاخيرة. طيب تمانية وعشرين. بيقول لي نون سام كونتر. ايدي. بدأ بمتحرك. ما ينفعش اجيب نو لانها جمع. ولا صا لانها متحرك. ولا طا. متحرك يبقى اخد طن. طيب تسعة وعشرين. ده استفهام اشيال دي. اشيال دي. انت هتسافر في الطيارة. الا انا بفضل المركبة. بمشي ياخد الطيارة. حط نو. طيب تلاتين. الريف بيكون هادئ. طيب نحن نذهب. ايه? الى الريف. طيب بيبقى الريف اللي اتحزف من النق من الحتة ده ايه? كان مفعول به غير مباشر وغير عقل. اخد اجريك. واحد وتلاتين. ايه? الاوتومبيل بيكون عطلان. ده مش الاوتومبيل اللي بتاعنا. ده اختصار لكلمة اوتو. دي اوتو اختصار لكلمة اوتومبيل اللي هي عربية عادي. ودي كلمة اه مفرد موانس يبقى الست. اوتومبيل وفواتير. الاتنين عربية والاتنين موانسين. بيرفع دي ساندر مترو. مدام الفعل دي ساندر جاي مع عصية مواصلة يبقى لها حروف جاري معينة. وننبهتك لو ينزل من عصية مواصلات يبقى دو دولاد ولا بستروف دي. المترو مذكر يبقى ديو. طيب الاخيرة. طيب دي مقارنة ايه? مقارنة افعال فعل في اهو. لان ما فيش كون نحية التانية هنا ما فيش. يبقى مقارنة افعال اجيب لك لزقة في بعضها. طيب كده بنكون انتهينا. يلا مع السلامة.